النهاردة الصراحة هنتكلم عن موبايل كويس جدا من سامسونج وسعره كويس ومميزاته كتير ولكن في عبين كده خفاف فخلانا نشوف الهاتف ده بيقدم ايه قبل بس من ابتدي الفيديو انا اسف زوري واجعني وصوتي واجعني اتعبان فمش بقدر اتكلم كتير وكده فاسف لو في كلام هتلغبط فيه او مثلا في كلمة مش كاملة او غلطت في حرف فبتأسف على كده ويلا بينا نبتدي الفيديو قبل اي حاجة اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين كناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف سامسونج جالكسي اي 24 فور جي هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات الهيوب السعر المقارنة اللي في اخر الفيديو واي حاجة محتاج تعرفة عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل ولكن ضروري تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس ويلا بينا نبتدي الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد اول حاجة نشوف تصميم الهاتف وتصميم الهاتف هنا كويس يعني زي معظم هواتف سامسونج في الفترة الاخيرة يعني ولا هو تصميم وحش ولا هو حاجة مميزة تصميم كويس من وجهة نظري خمات الهاتف بتيجي من البلاستيك وخلنا نشوف الشاشة والشاشة هنا بتيجي بحجم 6 ونص بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2340 في 1080 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 396 بيكسل لكل انش والشاشة هنا نوعها السوبر اموليد والشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز والسوع الشاشة 1000 نتس طيب الشاشة هنا عاملة ايه او نظامها ايه بص يا الشاشة هنا ممتازة وكويسة بسبب حاكتين السوبر اموليد وكمان التسعين هرتز الاتنين مع بعض هيقدموا لك اداء وتجربة كويسين جدا الصراحة ولكن انا عندي تعليق بسيط كده هو اني كنت اتمنى لو كانت الشاشة تكون 120 هرتز في السعر ده ولكن كمجمل يعني فالشاشة هتقدم لك تجربة كويسة هنجي نشوف اداء الموبايل او المعالج وسامسونج هنا بتقدم معالج ميديا تيك هليو جيز 99 اللي بيجي بدق تصنيع 6 نانو والمعالج ده بيعادل اداء معالج سناب دراجون 695 او اهل منه بفرق ما يسكرش خالص يعني المعالج هنا الصراحة قوي جدا على فئة سعر الهاتف وهتاخد منه اداء كويس جدا سواء في الاستخدام اليومي التصفح او سواء فيه الالعاب فبشكل عام المعالج هنا كويس جدا وهيدم لك اداء قوي وكويس وكمان موفر للطاقة بسبب الستة نانو الهاتف هنا بيقدم نسختين واحدة الاولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية واحد تيرة الهاتف هنا بيجيب 3 كاميرات خلفية الولى 50 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية 5 ميجا بيكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة والتالتة 2 ميجا بيكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا والكاميرا الخلفية هنا تقدر صور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم فيه السانية اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 13 ميجا بيكسل وبرضو بتصوير فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم فيه السانية هنا بالنسبة لبطرية الهاتف البطرية هنا جاب حجم 5000 ميلا امبير بطرية حجمها كويس وكويسة خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة بالاضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 25 وط يعني كنا نتمنى لو كان الشحن السريع يكون اسرع من كده شوية الصراح الهاتف هيجي باندرويد 13 الهاتف بيدعم من اف سي الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي سماعات الجهاز لها تدعم الاستيريو والوان الجهاز هم الاسود والاخدر والازرق والاحمر والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل مو بي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما اخش عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب خلونا نتكلم عن مميزات الهاتف وهو طبعا المعالج هنا الصراحة قوي وكويس جدا بالنسبة لسعر الهاتف برضو الشاشة رغم ان احنا كنا نتمنى لو كانت 120 هرتز ولكنها كويسة وهتقدم تجربة كويسة البطارية كويسة مع معالج موفر للطاقة اما بالنسبة للعيوف فكان مفروض يكون الشحن السريع اسرع من كده شوية برضو كان مفروض هاتف في السعر ده يكون بيدعم سماعة استيريو خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف ولكن خد بالك ان كل الاسعار اللي هتتقال دلوقتي كلها متوقعة لان سامسونج لسه ما قالتش عن سعر الهاتف الرسمي احنا من التوقع يتم اطلاق الهاتف بسعر 200 دولار السعر المتوقع في مصر 8000 جنيه السعر المتوقع في السعودية 900 ريال طيب كده كويس قوي ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فقته السعرية او بنفس السعر عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي A24 4G هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة نقارن المعالجات وهنا معالج سامسونج هو ميداتيك هيلو جي 99 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 685 وهنا معالج سامسونج بتفوق حسب منصة انتوتو الاتنين بيجيب شاشة اموليد بجودة فول ايتش دي بلاص ولكن سامسونج بمعدل تحديث 90 هرتز وشاومي بمعدل تحديث 120 هرتز وهنا شاومي افضل الاتنين بيجيب ببطارية بحجم 5000 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض سامسونج بيدعم شحن استناع بقوة 25 واط والشاومي بيدعم شحن استناع بقوة 33 واط وهنا شاومي افضل خلال دلوقتي بعد ما شفنا الفرع مبان الجهازين نعرف الفرع مبانهم في الاسعار ولكن خد بالك زي ما قلت قبل كده ان سعر سامسونج ده سعر متعقعة انما سعر شاومي ده السعر الرسمي لانه ريز المصر بالفعل سعر سامسونج المتعقعة 8000 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 7500 جنيه من خلال موقع مو بي سي ستقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع ستقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه اي هاتف معين عايزنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان استنى اراك في هاتف سامسونج جالاكسي اي 24 فور جي هتمنى يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة